خلينا نروح إلى العراق حيث تراجعت وزارة الاتصالات عن حجب تطبيق تيليجرام بعد جدل كبير أعقب هذا القرار التطبيق كان محظور خلال الأسبوع الماضي لأنه وفق وصف الحكومة يشكل خاطرا على الأمن القومي حيث يسرب بيانات تخص مؤسسات الدولة الرسمية وكذلك المواطني قرار التراجع بحسب بيان الوزارة جاء بعد استجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة أو المسربة لبيانات المواطنين لكن في تصريح مغاير لرواية الحكومة نقلته رويترز لفت عضو في الفريق الصحفي في تيليجرام أن تيليجرام أزال بالفعل عدة قنوات تشارك البيانات الشخصية لكن في نفس الوقت لم تطلب من التطبيق أي بيانات خاصة للمستخدمي ولم تتم مشاركة أي منها مع أحد لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات